قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا دخول لنا بالجنة إلا أن نعبد الله قاصدينه بالعبادة وهذه العبادة أن تكون على طريقة رسول الله ولذلك كل عبادة ليس فيها إخلاص ولا متابعة مردودة على صاحبه ولذلك تجدون دائما العلماء يقولون شروط قبول العبادة وش هي شرطين على إخلاص لله في قصد الفاعل للفعل والمتابعة لرسول الله في القول أو الفعل غير ذلك مردود الشرك تبيننا حكمه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة بينا في أنه مردود عليه ولو أشركه لحبط عنهم ما كانوا السنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني واللي ما يتبع مفلس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد مردود عليه ما أتاكم الرسول فأخذوه ومن أهاكم عنه المتبوع منه فقط رسول الله إذن هنا وحدة المتبوع أما الطوائف والأحزاب والفرق كلها التبعت مؤسسيها التبعت من مؤسسيها وكل منهم يتبعه الأشاعر التبع الأشعري المتوردية التبع المتوردي التبليغية التبع الياس الأخوانية التبع البنة السرورية التبع السرور وهكذا كلهم تتبعه إلا أنت أيها السلفي السني الأثري لم تتبع إلا سنة محمد وأثر الصحابة والسلف الصالح هذا خطك ولذلك غضبوا منك لما عندهم ما يعيبونك فاتهموك بالتهم مجسمة مشبهة حشوية وهابية جامية قولوا ما تقولون نحن على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنتم مبتدعة في العقائد يا من ابتدعتم في العقائد في المناهج يا من ابتدعتم في المناهج يا من تبعتم الخوارج أنتم خوارج وإن سمعناكم تحذرون من الخوارج أنتم خوارج فلا يخرج من الخارجية من يحذر من الخوارج وهو على منهج الخوارج فتقاتل الخوارج قديما النجدات والأزارقة مثل ما تقاتل القاعدة داعش والجبهة النصرة فكان خلافهم ليس خلاف عقدي إنما على أمور دنيوية وقيادات فالأولين كالتالين والمتقدمين والمتأخرين يسيرون على طريق الشيطان الرجيم كلهم تكفيرية كفروا المجتمعات تبهوا الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن عبي طالب وتركوا الاتفاع هل عندهم مشكلة في الأسماء والاصطفات؟ أجيبوا ها؟ هل عندهم مشكلة في توحيد العبادة والقبور والدعاء غير الله؟ لا وش عندهم؟ خرجوا على الحاكم اعتزلوا الجماعة كفروا ولي الأمر وقاتلوا المسلمين مثل ما سوت السرورية القاعدة داعش هؤلاء تماما بتمام لا فرق بين الحرورية والسرورية إلا فرق الحاء والسين بس ولا التوجه المسار واحد وإن حذروا هم من الخوارج فهم خوارج لأنهم كفروا ولاة أمور المسلمين وفعلوا هذه الأفاعيل التي ترى وتسمع إذن في هذا الأصل وحدة المتبوع رسول الله وإن كل الجماعات تتبع مؤسسيها نعم ترجمة نانسي قنقر